لو بتتصفح الانترنت وحابب انك توفر وقت فتعالى معايا اشرح لك حاجة هتفرق معك كتير لو انا مثلا ببحث عن study skills او مهارات التعلم ودخلت مثلا على مقال معين علشان اتعلم منه فانا دلوقتي قدامي حاجة ان انا اقعد اقرأ كل المقال ده واللي هو ممكن يكون نسبيا مش طويل ومش قصير لكن لو كان طويل الموضوع يكون صعب جدا تعالى بققول لك احنا ممكن نعمل ايه ان يخلينا نفهم المحتوى اللي موجود ويعني نستفيد منه لكن بسرعة دلوقتي انا فاتح المتصفح بتاع ميكروسوفت ايج ودلوقتي عندي الخاصية دي اللي هي discover لو رحت دوست عليها هلاقي ان هو فهم ان انا موجود فيه يعني صفحة معينة واداني كده خلاصة سريعا لكن انا ممكن اطلب منه ملخص كامل زي مثلا انا اقول له summarize this article for me don't skip any point وهدوس على enter زي ما احنا ملاحظين نلخص لي ايه الموضوع وبدأ ان هو يقول لي كل التفاصيل اللي موجودة فتخيل ان انت مقال نسبيا متوسط زي ده بدأ ان هو يتحول الى نقاط بسيطة دلوقتي لو انت حابب بقى تسأله مثلا تقول له طيب اكسب لين نقطة معينة هافطلت مثلا ان انا عارف كل دول وايه او النقطة مثلا دي هي اللي انا مش عارفها قوي او مش عارف عاملها ازاي فهيبدأ ان انا اسأله how to manage my time فهنا هيبدأ ان هو وفقا للمقال يرد علي او بشكل عام هيبحث فيه الانترنت واديني بعض الحاجات اللي تساعدني زي ما احنا شايفين هو searching for time management tips او time management techniques هو بيبحث عن نصائح لادارة الوقت فهنلاقي ان هو ممكن يجيب لي من الموقع اللي احنا فيه او موقع تاني لكن لو احنا بصينا تحت على المصادر هنلاقي ان ده موقع تاني فالفكرة هنا ان انت ممكن تبدأ بالتعلم في مقال معين او تقرأ تفاصيل عن حاجة معينة في مقال معين وتبدأ انك تستفيد من الذكاء الاصطناعي ان هو يوجهك لموضوعات تانية من داخل المقال ده ويدي لك بعض المصادر اللي تقدر تروح تقرأها او تطلب منه ان هو الى الخصالة لو عايزت تعرف اكتر عن الذكاء الاصطناعي وازاي تستفيد منه في حياتك فاشترك ذاتي في القناة انا حسام الدين حسن ودي ايه برينيرز اشتركوا في القناة